السلام عليكم وصفة اليوم طرطة الأوريو الشهية السهلة والسريعة التحضير باردة وبدون فرن فضلا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة لنبدأ على بركة الله سنحتاج إلى كسرول و24 قطعة بسكويت أوريو تكون على هذا الشكل أزيل الحشوة أضعها بالكسرول وقطع البسكويت بكأس الطحان الكهربائي يمكنكم تحضير هذا البسكويت بكل بساطة بالبيت سبق أن حضرته معكم سأدع لكم رابط الوصفة بصندوق الوصف أسفل الفيديو طريقة إعداد تورتات الأوريو فهي جد سهلة ومكوناتها بسيطة هذه هي الكمية التي حصلنا عليها سأضيف 200 جرام من جبنة الدهن يمكنكم اقتناؤها جاهزة أو تحضيرها بالبيت 150 جرام من السكر حبيبات سانيدة وملعقة طعام من السكر المنكه بالفانيلا 170 ميلي لتر من الحليب بحرارة المطبخ أضع الكسرول جانبا في حين سنحتاج إلى 6 أوراق جيلاتين أضعها بإناء وأغمرها بالماء بحرارة المطبخ أضعها جانبا في حين أضع الكسرول على نار هادئة إلى متوسطة دائما مع الخلط الجيد حتى نحصل على خليط متجانس خالي من أي تقطع أو تكتلات تنخلطهم زيان حتى الضب الكريمة وتتجانس كل مكونات مباشرة نطفئ المقيد أعصر أوراق الجيلاتين جيدا من الماء الزائد وأضيفها للخليط دائما مع الخلط الجيد حتى تتجانس كل المكونات بعد ذلك سنضع الخليط جانبا حتى يصبح بحرارة المطبخ ننتقل الآن لطحن بسكويت الأوريو حتى نحصل على مسحوق ناعم يمكنكم كذلك طحنوه يدويا بوضعه بكيس من البلاستيك الغذائي وتمرير الشبك أي دللاك لعدة مرات حتى الحصول على نفس النتيجة لاحظوا معي حصلنا على مسحوق ناعم نحتفظ بثلت الكمية جانبا وأضيف 125 جرام من الزبدة المدابة بحرارة المطبخ بكأس الطحان أدمج المكونات نلاحظ بأن الخليط بدأ يتشكل معنا سبق أن بطنت قالب بورق الفرن دائري قطره 22 سنتيمتر ويمكنكم تعويضه بأي قالب تتوفرون عليه لتشكيل القاعدة ووزع خليط مسحوق الأوريو والزبدة بشكل متناسق مع الضغط الجيد بوصلة الملعق المطاطية أو كأس هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها سأطرب 500 ملليلتر من القشط الطرية الخاصة بالخفق يجب أن تكون جد باردة كذلك الأدوات المستعملة الكأس والخفاق الكهربائي لا نحتاج إلى الخفق الكثير يجب الحصول على كريمة شبه متماسكة بهذا القوام لاحظوا معي حتى يسهل معنا دمجها بكل سرعة مع بقية المكونات هذا والخليط الأول التي سبق أن حضرنا سنحتاج إلى إناء أكبر حجما لخلط كل المكونات نضع خليط الجيلاتين بالإناء وأضيف الكريمة المخفوقة أضع كل الكمية في هذه المرحلة أدمج المكونات جيدا يدويا ثم أفرغ الخليط الكريمي بالقالب أرج الإناء حتى يستوي معي سطح الخليط أغطي القالب بغطاء أو صحن ونتركه على الأقل مدة 4 ساعات إلى ليلة كاملة حتى يبرد ويتماسك معنا تمسكت معنا الترطة في هذه الأثناء أمرر سكين على محيط القالب أمرره برفق وأضع طبقة من مسحوق البسكويت بالاستعانة بمصفات لتوزيعها بشكل متناسق يمكننا تقديمها مباشرة ترطة الأوريو جاهزة شكلها شكل بسكويت الأوريو شكل مميز ورائع بصحة وراحة لكن من المفضل تركها مدة ليلة كاملة بالتلاجة تصبح الطبقة العلوية متماسكة أكثر والطعم أروع دمتم لنا أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى